وفي الشأن الفلسطيني الداخلي ما زالت حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد الله تدير ظهرها لآلاف الأصوات الغاضبة ضد قانون الضمان الاجتماعي هذا القانون الذي أجمعت قوى شعبية ومؤسسات مجتمع مدني وعشائري على رفضه بشكل كامل وصل الاحتجاج ضد قانون الضمان الاجتماعي مرحلة متقدمة بالتزامن مع دخوله حيز التنفيذ بشكل إجباري فترجم الفلسطينيون احتجاجهم ورفضهم لتطبيق القانون بالإعلان عن الإضراب الشاملي في كافة مدن الضفة الغربية وبخروج الآلاف بمسيرة غاضبة قبالة مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في رام الله المحتلة مطالبين بإسقاط القانون بالكامل البارح خرج دولة معي الرئيس الوزراء قال أنه لن يرتكب جرم بإلغاء القرار بقانون ونحن نقول له لن نرتكب جرم بالوقوف وعدم الاستمرار بالحراك مستمر حتى آخر نفس هذا مطلب شعبي عقوقي هذه الناس التي خرجت جميعا تطالب بإسقاط القرار بقانون ولا نريد تأزهم الحال أكثر مما هو عليهم ليس هو الوقت المناسب لهذا القرار بقانون الذي لا يمتلك صفة الضرورة ولا الاستعجال والمخالف للدستور بالتالي يسقط قرار بقانون ضمان الاجتماعي فبالإضافة للظروف المادية الصعبة التي يعيشها الموظف الفلسطيني فإن أبرز المعضلات التي تواجه قضية الضمان الاجتماعي تتمثل من عدم ثقة المواطن بالمؤسسة أو حتى بالحكومة الفلسطينية سيما في ظل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من اعتداءات واقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال قانون غير دستوري قانون ينتهك حرية الناس اللي بتعبر بأنه أنا ما معي أدفع كان أولى بالحكومة أو القائمين على القانون أنهم يفكروا كيف ممكن يرفع مستوى المعيشة للناس يفكروا كيف ممكن يوصلوا الناس لمرحلة تقتنع بأنه هذه الحكومة تعمل لصالحهم اليوم بهذا القانون أكبر خطر ممكن كرسوا هذا القانون أنه أصبح مؤكد لدى الشعب بأن هذه الحكومات جاءت فقط لنهب أموالها مستوى الثقة الآن يكاد يكون معدوم في كل ما يصدر عن هذه الحكومات تستطيع دولة الاحتلال أن تسيطر وأن تكرصن أي مبالغ مالية تحت مساميات واهية واتهامات بالإرهاب لا يوجد هناك أي ضامن لحقوق العلماء والموظفين فهل هناك ما يمنع أي قانون في العين يمنع الاحتلال من قرصنة أموال الشعب الفلسطيني؟ وبعد مرور بضع ساعات على خروج آلاف الفلسطينيين في هذه الاعتصامات أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعي اعتماد 14 تعديلاً على بنود قانون الضمان الاجتماعي متجاهلاً مطالب نسبة كبيرة من الفلسطينيين بإلغائه بشكل كامل من مدينة رمالة المحتلة آية الخطيب رؤيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر